الجماعة كل اربع تيام مرتين في الاسبوع كل اسبوع ده الطبيعي. انما لو واحد بيجامع كل يوم بيعمل عسر ايه كل يوم واحد اهل السعودة البرستاتة بازل. السوستة بازل. مدام السوستة بازل تحصل قصف مرتد. ومدام السوستة بازل خلاص لقد نفد رسيلكم. شكرا. ايجي تجاوز ملاقيش حيوانات منوية. لقد نفد رسيدكم. هل فيه شباب رصيدها خلص? ولا لسه رصيد شغال? ما هو فيه شباب يعين مش عارف ان هو عمره محدود. عمره محدود. وطاقته محدودة. بعد كده كله شكرا. فعشان كده احفظ الله احفظه. ما عندناش عادة سرية. ما عندناش بيجي للناس العيادة شباب والله. من كتر النظر ليه السور الاباحية في المحمول. ودي ببلاش كده. عنده احتقام في الحوض. والله العظيم احتقام في الحوض. وعنده الخصية ملتهبة. وعنده مش قادر يشير رجليه ولا يمشي. ويروح لدكتور يقول له ده والي خصية دوالي 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 دوالي. يعني بدل ما اقول له غض البصر. واحفظ بصرك. والزيادة في السائل المنو هتطلع في المنام احتلام. او الزيادة في السائل المنو هتطلع بعد البول. بعد كل بول هتلاقي روطتين لازجتين. يبقى الزيادة في السائل المنو هتخرج هتخرج. لكن انت اتخرج بيدك مصيبة. لكن انت تقعد تصير نفسك ليه النهار? انت بقصت الخصية. عملت التهابات. عملت التهاب حوض. مش هتعرف تمشي. جالي شباب العيادة والله العظيم ما بيعرف يمشي من القلم. ويروح لدكتور يفحصه. فالدكتور يعمل ايه? يروح. ده يسعى الخص يا جامد روح مصوت. فقع له الخص يا حضرتنا. طب ليه كده? ليه كده? والولد يبقى خايف للدكتور يلمسه. لان هو ملتهج. يا حبيبي. الخصية تجدد نفسها. والالتهابات اختفى. بشرط? ابعد عن الاسارة. ابعد عن الصور. لو ما بعدتش الالتهاب هيشمل جسمك كله وحاتمو.